السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الخميس عشر آب أغسطس طبعا القمر انتقل واستقر في برج الجوزاء ورح يظل في برج الجوزاء حتى مساء يوم الجمعة بما أن القمر موجود في برج الجوزاء معناته اليوم مننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة هذه الزاوية زاوية التثليت إيجابية بين عطارد وبين المشتري بدأت تأثيرات هذه الزاوية من يوم 4-8 ومستمرة بتأثيراتها ليوم 20-8 طبعا ذروتها اليوم 10-8 الساعة 12 و 47 دقيقة بعد منتصف الليل فبنتشجع لممارسة نشاط بيتضمن تحدي فكري وهذا الاتصال بزيد من احتمالية السفر والاتصالات أو الرغبة بالسفريات وبتزيد من ميلا للعلوم الطبية والأستذع أو العلوم الدينية وبتدفعنا لممارسة وظيفة حرة هذا التحول في هذه الفترة مناسب لاتخاذ القرارات على المستوى المالي أو المادي أو القيام بخطوة ابتم نحن ترقيات في وظيفتنا أو حل الخلافات والدعاوة القضائية بشكل ودي أما دوليا أو محيطيا أو سياسيا أو أي شيء بالدل على إشادة الصحف والجرائد ووسائل الإعلام بما تحقق الدولة من مداخيل مالية أو عقد صفقات تجارية ومفاوضات سياسية ونجاح البعثات الدبلوماسية كما أنها تشهد بتطور مستوى المؤسسات التشريعية والقضائية أو بسن بعض القوانين الجديدة هاي برضو بتركز وسائل الإعلام على المناسبات الدينية ورجال الدين والآئمة في البلاد وبتشهد هاي الفترة رواج تجاري مهم سواء في المبادلات التجارية الداخلية أو الدولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة ستة ودقيقة مساء بتوقيت جرينج بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي الطباع هاي الفترة فترة يعني فيها هي مصدر توتر خصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين وبتزيد من احتمال تعرض بعض الأشخاص للحوادث بسبب الضغط النفسي والعصبي وما منستحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا عشان هيك بتكن تنتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات أثناء حواركم وأثناء تحركاتكم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية الساعة 11 و36 دقيقة مساء بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساند والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم اليوم مميز جدا تنشطوا بالسفر والاتصالات فوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بدنا لأنه عطارد بشكل زوايا سلبية فبدك تتجنب الكلام اللاذع ممكن ما ترتاح بسبب كثافة الأعمال فبدك تباكر لعملك عشان تستغل هذا اليوم بشكل جيد وحاول أنك ما تعرض نفسك للإرهاق بشكل كبير أنت اليوم تتميز عفوا بالفعلية والدينماكية وممكن تسمع جوابي بعجبك أهم شيء أنه برضو ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكون تتجنبوا النفقات ممكن تهتموا لأوضعكم المالية أو تخوضوا تجربة مهمة بتمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء برضو أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي حاول أنك يعني تكون هادئ جدا حتى تتوضح الأمور ما تتخذ قرارات حاسمة وبرضو ما تبالغ بمصاريفك واحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم أنتوا عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات وبتكونوا جديين وموضوعين في تنظيم أموركم حددوا أهدافكم وأولوياتكم وباستطاعتكم استعادة موقعكم وإنجاز الكثير اليوم حتى على المستوى العاطف الأجواء جيد ودعم لإلك بقوة لتقرب من أحبائك وإنت اليوم ملفت للانتباه حتى للجنس الآخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساء يوم الجمعة عشان هيك هدولة اليومين صعبين جدا فبنال التعب منكم فبدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذائكم وراحتكم طبعا القمر في بيت المتاعب بشير لركود وتأخر في سير الأمور فعشان هيك بتكوا تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي وحاولوا انكوا تستريحوا بعيدين عن الأضواء وما تختلقوا الأعذار وما تتهربوا من المسؤوليات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم هذا يوم نشاط اجتماعي عالي جدا وهي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو تأييد أحدهم حاول انك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن تشارك بفعالية بنشاط بحفلة دعوة أشياء من هذا القبيل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وحاولوا انكوا تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ وبرضو لا تهددوا سمعتكم بالخطر ممكن تقلقوا بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة هاي فترة مثمرة ومهمة جدا وبتكون أسهل وأقل إرباك إذا أنت كنت جاهز وعندك الطاقة للإنطلاق برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان نشاط بالاتصالات والحوارات والامتحانات والمقابلات واللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد هاي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر أو عرض من الخارج أو من جهة غريبة حاولوا تسهيل أموركم تهتموا بثقافة مختلفة الأمر اللي ممكن يشجعكم على الانضمام لنادي أو جمعية وبعضكم ممكنين شغل ببعض الأوراق والمعاملات اللي لها علاقة يائمة بدراسة أو سفر أو استيراد وتصدير برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بدكوا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وحاولوا أنكم ما تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ولكن بالمقابل حاولوا أنكم ما تكونوا جارحين الكلام بل فوضوا بهدوء ودبلوماسية وكونوا حرصين على حقوقكم ابتتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي تبرر من خلالها أخطائك ولكن رح يكون في اهتمام بالوضع المالي بشكل كبير وممكن تطالب ببعض الالتزامات اليوم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفي وتعتبر هاي الفترة فترة بشوي فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر مقابلك تماما فبتصعب أو بتفقل خلالها الهموم والمسؤوليات حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وما تتسرع في اتخاذ القرارات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وبرضو بدكوا تنتبهوا لصحتكم لأن القمر في البيت السادس يعني عملوا صحة فعشان هيك بدكوا تحاذروا من التراجع الصحي ما تسمحوا للواجبات بالتزام ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت واتجنبوا إثارة العدوات مع زملائكم أو مع زبائنكم وحاولوا برضو أنكوا زي ما حكينا ما تهملوا وضعكم الصحي خذوا قصة من الراحة وإهدأوا وكونوا عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم اليوم لا عاطفيا ولا ماليا وبتكثر عندكم التنقلات والزيارات أو الاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا وبتصبح الأجواء أكثر سهولة ممكن اليوم يكون عندك لقاء طارق مع أحد الإخوة أو مع أحد الأبناء أو مع أحد الأحبة أهم شيء أنك تقدم المساعدة والدعم اللازم فترة ناجحة ومطمئنة والطاقة عالية جدا والحظوظ منتازة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلة بالبيت والعائلة أهم شيء أن ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت نظموا وقتكم بشكل جيد تفادي لأي تقصير وما تبخلوا على العائلة من العطف والنصائح وهي فترة مناسبة للارتباط أو للتقارب العائلي والاجتماعي ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة شخصية أو حتى مصاريف مفاجئة أو صحة أحد أفراد العائلة أو أعطاء المنزلية يعني كل شيء رح يكون على مستوى البيت والعائلة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة